سيدات والسادة مساء الخير في العديد من أعمال مبدعين الكبار كانت المدن والأحياء الشعبية المصرية محوراً لإبداعاتهم سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو الشعر أو الفن التشكيلي أو الرواية كانت قاهرة المعز وأحياء المحروصة في قلب أعمال نجيب محفوظ ويحيحقه وخيري شلبي وجمال الغيطاني وبرهيم أصلان وغيرهم كانت صعيد بأبطاله وكنوزه حاضراً بقوة في أعمال طه حسين وعبدالوهاب الأصواني وأمل دونقل وعبدالرحمن الأبنودي ومحمد صفاء عامر وعبدالرحيم كمال وغيرهم كانت هناك دائماً الإسكندرية بتنوعها وثقافتها المنفتحة وبأحيائها الشهيرة الرمل والأنفوشي وزيزينيا موجودة في أعمال يوسف شهين وأسامة النروكاشة وإدودة الخراط وسيد حجاب وأيضاً في لوحات كبار التشكيليين محمود سعيد سيف وأدهم وانلي كما كتب فيها نجيب محفوظ واحدة من أجمل رواياته وهي ميرامار ضيفنا اليوم كاتب كبير من عشاق الإسكندرية ومبدع مرموق من أبنائها كتب عنها أهم رواياته التي ترجمت وحصدت جوائز رفيعة اليوم نحن نناقشه في أحوال الإبداع والمبدعين خارج العاصمة ونسأل لماذا الإسكندرية دائماً كانت جوهرة إبداع الأدباء والفنانين وهل الإسكندرية سينما الأبيض والأسود التي كتبت فيها أجمل الأشعار والروايات هي الإسكندرية الآن؟ عن الإسكندرية في الإبداع المصري وعن المبدعين والموهوبين خارج العاصمة حديثنا اليوم من مصر أهلاً بكم اشتركوا في القناة